ماليزيا مجموعة واسعة من الانشطة التي تناسب جميع الاعمار والاهتمامات من الشواطئ الرملية البيضاء والجزر الاستوائية الى المدن الحيوية باسواقها الملونة وناطحات السحاب الشاهقة ومن الغابات المطيرة المورقة الى الحدائق الترفيهية المثيرة ماليزيا تقدم تجربة لا تنسى لكل فرد في العائلة في هذا الفيديو سنتعرف على افضل خمسة مدن لسياحة العوائل في ماليزيا كوالا لمبور تعد بمثابة قلب ماليزيا النابض حيث تجمع بين ناطحات السحاب والمساحات الخضراء الواسعة تتميز بوجود برجاي بتروناس التوأم الذان يعتبران من اطول المباني في العالم ويقدمان اطلالة خلابة على المدينة للاطفال يوجد حديقة الطيور التي تضم اكثر من ثلاثة الاف طائر من انواع مختلفة المدينة تزخر بمراكز التسوق العملاقة مثل سورياكي ال سي سي التي تقدم تجربة تسوق وترفيه فريدة كما تعتبر الحدائق النباتية في كوالا لمبور مكانا رائعا للاسترخاء والتمتع بجمال الطبيعة وهي من اجمل وجهات سياحة العوائل في ماليزيا اثنان بينانغ تعتبر مركزا ثقافيا وثنيا حيث تشتهر بجدرانها المزينة بفن الشارع الذي يروي قصص المدينة جورج تاون قلب بينانغ هي مدينة مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونيسكو وتفخر بمعمارها العريق للعائلات يوجد متحف بينانغ للعجوبة بمثابة متحف عائلي يقدم مغامرة تعليمية للاطفال الشواطئ مثل باتوفيرينغي تقدم مجموعة من الانشطة المائية الامنة للاطفال بالاضافة الى ذلك تشتهر بينانغ بمطاعمها التي تقدم مأكولات محلية متنوعة مما يجعلها جنة للذواقة ثلاثة لانكاوي تعد وجهة مثالية لمحب الطبيعة حيث تحتضن متنزهات مثل جيوفورست بارك لاستكشاف المانغروف الجزيرة تتميز بتلفريك لانكاوي الذي يؤثر رحلة مذهلة فوق قمم الجبال الخضراء شواطئها الذهبية مثل شاطئ تانغونغ تعتبر مثالية للانشطة العائلية والاسترخاء للاطفال يوجد متنزه سبلاش اوت لينكاوي احداث متنزه مائي يقدم العديد من الالعاب المائية كما توفر الجزيرة فرصا لرحلات القوارب حول الجزر الصغيرة مما يتيح الاستمتاع بالتنوع البيولوجي البحرية ويجعلها واحدة من افضل وجهات العائلات لا تفوت مشاهدة فيديوهات ماليزيا في قناتنا والروابط في الوصف تتميز بتاريخها العريق والممرات المائية التي تضفي على المدينة سحرا خاصا تعتبر الرحلات النهرية في مالقة من الانشطة السياحية الرئيسية حيث تقدم للزوار فرصة فريدة لاستكشاف المدينة من منظور مختلف مرورا بمبانيها التاريخية وجداريات الفن الشارع الجذابة على ضفاف النهر يمكن للزوار الاستمتاع بالمقاهي والمطاعم التي تقدم مأكولات محلية شهية وإطلالات رائعة على المياه شارع الجونكر القريب من النهر يعتبر الوجهة المثالية لعشاق التسوق حيث يضم العديد من المتاجر التي تبيع كل شيء من التذكارات التقليدية إلى المنتجات الحديثة يحيى شارع الجونكر بأسواقه الليلية خلال عطلات نهاية الأسبوع مما يؤثر تجربة ثقافية غنية وفرصة لتذوق أشهاء طعمة الشارع كما تؤثر الحدائق والمساحات الخضراء على طول النهر مكانا مثاليا للتنزه والاسترخاء في قلب المدينة خمسة كاميرون هايلاندز تقدم تجربة استوائية ممتعة بمناخها الجبلي البارد المنطقة معروفة بمزارع الشاي الواسعة حيث يمكن للزوار تعلم كيفية الزراعة وحصاد الشاي الحدائق مثل حديقة الفراشات وحديقة الليفاندر تقدم تجربة جميلة وتعليمية للأطفال لعشاق الطبيعة يوفر السير في الطبيعة فرصة لاكتشاف النباتات والحيوانات المحلية مزارع الفراولة تتيح للزوار فرصة لقطف الفراولة بأنفسهم مما يجعلها نشاطا ممتعا للعائلات السوق الليلي في تانا هراتا يقدم مجموعة من الأنشطة المحلية والهداية الذكارية مما يوفر تجربة تسوق محلية أصيلة اشترك في القناة وفعل جرس ليصلك كل جديد